مفاجأة من العيار الثقيل من شركة شاومي من فرعها البوكو حيث تم تسريب مواصفات الهاتف القادم والذي سيتم الإعلان عنه يوم 22 مارس وهو البوكو X3 برو كما تم تسريب السعر فهذه المرة شاومي تضرب بيد من حديد ولا يوجد منافس لها في هذه الفئة وقبل معرفة المواصفات والسعر أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد ودعمنا برايك لتحفيزها لأن نقدم المزيد ستقوم شركة شاومي العلامة التجارية الفرعية بوكو بحدث كبير يوم 22 مارس لهاتفها الجديد بوكو X3 برو ليكون بمثابة قنبلة للمنفسين في هذه الفئة وقد تم تسريب بعض التفاصيل حول مواصفاته والسعره فإن هاتف البوكو X3 برو سيبدأ سعره من 269 يورو لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام وستكون نسخة أخرى 256 جيجا مع 8 جيجا رام وبسعر حوالي 319 يورو وكما يقال أن هاتف البوكو X3 برو مدعوم بمعالج جديد من شركة كويلكوم وهو سناب دراجون 360 وستكون أربعة كاميرات خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل والثانية بدقة 13 ميجابيكسل والكاميرا الثالثة والرابعة تأتي بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا السيلفي تأتي بدقة 32 ميجابيكسل ومع كشف التسريبات فإن البطارية بحجم 5160 ميلي أمبير ما دعمها للشحر السريع بقوة 33 وات كما أنها سيدعم منفذ 3.5 ميلي متر الخاص بالسماعات الأذن وأشارت التسريبات أن شاشة البوكو X3 برو بحجم 6.67 إنش بدقة الفول أش دي بلاست وبمعدل تحديث 120 هرتز وتأتي من نوع أموليد لكن هذه المعلومات ليست مؤكدة حتى الإعلان عنها بشكل رسمي يوم 22 مارس من هذا الشهر وكما أن الشاشة ستعمل باللمس 240 هرتز وبنظام أندريد 11 مع واجهة شاومي MIUI 12 ويبدو أن تصميم هاتف البوكو X3 برو تقريبا هو نفسه تصميم هاتفها السابق للبوكو X3 على العموم إذا كانت هذه مواصفات هاتف البوكو X3 برو وبهذا السعر سيكون هاتف ممتاز جدا مقابل القيمة ويسيكون أيضا الأكثر مبيعا لأنه يقدم مواصفات ممتازة مقابل السعر ويسيكون ضربة قاضية للمنافسين في هذه الفئة واعتقد أن شركة شاومي في هذه الفئة لا ينافسها أي شركة أخرى وهذا بفضل السعر المنخفض مع المواصفات الممتازة ولمن أراد شراء هاتف البوكو X3 برو سأضع رابط شراءه في الوصف من المتجر الرسمي لبوكو وما زال الهاتف لم تعلن عليه شركة بوكو إلا أنك إذا أردت شراءه فقم بحجزه وسينطلق بيعه يوم 22 مارس من هذا الشهر وكما قلت لكم فأن هذه المعلومات ليست مؤكدة حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي يوم 22 مارس من هذا الشهر وفي الأخير أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك لتحفيز لأن قدم المزيد إلى اللقاء عزيزي المشاهدين في حلقة أخرى إن شاء الله